أهلا بكم من جديد مشاهدين تستمر الأجواء الحرارة ودرجات الحرارة القياسية في السيطرة على المناطق الجنوبية للبلاد وتندفع نحو المناطق الشمالية بداية من يوم غد الأربعة لذلك سيصبح تقص جد حر كذلك إن شاء الله يومي الأربعة والخميس بالمناطق الشمالية خاصة الداخلية منها وهذا الموجات الحر المتكررة والمستمرة حسب مصالح الأرصاد الجوية مشاهدين يرتقب أن تستمر إلى غاية نهاية شهر جوليا إن شاء الله والبداية بالنشريات الخاصة التي أصدرتها صباحة اليوم مصالح الأرصاد الجوية حيث أكدت من خلالها على تسجيل أو استمرار تسجيل موجة حرارة قياسية تتعدى دائما عتبة التسعين وأربعين درجة مئوية تحت الظل وهذا لغاية يوم الخميس المقبل إن شاء الله عبر كل من ولاية أدرارين صالح تيميمون وكذلك ولاية أورغلا الأجواء الحر إن شاء الله مشاهدين ستنتقل المناطق الشمالية للبلاد وفي هذا الإطار قامت مصالح الأرصاد الجوية صباحة اليوم بإصدار نشرية خاصة أكدت من خلالها على تسجيل موجة حرارة قياسية هي الأخرى تصل لا تتعدى عتبة الستين وأربعين درجة مئوية تحت الظل بداية من يوم غد الأربعاء لتستمر إلى غاية يوم الخميس إن شاء الله عبر كل من ولاية المدية البويرة كذلك الغواط الجلفة لمسيلة بورج بوريليت وكذلك ولاية باثنة الحطى والحذر من ضربات الشمس الخروج إلا للضرورة خاصة أوقات الذروة يعني تفادي الخروج أوقات الذروة بالإضافة لكل ذلك مشاهدين أهم شيء هو ضروري الإكثار من شرب المياه هو خاصة أطفال وكبار السن التوقعات بالنسبة لإخارة توزيع الكتلة الهوائية بداية من يوم غد الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة مشاهدين أنا نلاحظوا يعني الأجواء الحرارة ودرجات الحرارة القياسية والكتلة الهوائية الجد حرارة مستمرة في سيطرة على أغلب المناطق الجنوبية وتبقى دايما تحت عتبة أو تتعدى عتبة الخمسين درجة مئوية تحت الظل خاصة على وسط الصحراء شمال الصحراء الجنوب الغربي بالنسبة للمناطق الشمالية إن شاء الله نلاحظوا يعني تندفع الكتلة الهوائية الحرارة المتوجدة بوسط الصحراء ضمن تيرات جنوبية إلى جنوبية غربية نحو المناطق الشمالية لذلك ستكون أجواء جيد حرارة بـ 46 درجة مئوية تحتضل أو تتعدى على أغلب المدن الداخلية خاصة الوسطى والغربية منها بالنسبة للسواحل الوطنية إن شاء الله رح نسجم بين حوالي 30 إلى غاية 39 درجة كأعلى مقياس بالسواحل الوطنية مع استمرار تسجيل نسبة رطوبة جد عالية تخص سواحل الوطنية دائما تتعدى عتبة الـ 95 إلى 100 في المئة خلال الأيام القليلة المقبلة أما عن درجات الحرارة الدنيا لأجواء الحرارة المستمرة يعني خلال فترة الصابحة وحتى الظاهرة وكذلك الفترة الليلية بالنسبة لفترة الصابحة وحتى الفترة الليلية بالمناطق الجنوبية أعلى مقياس سيصل إلى غاية 38 درجة مئوية إن شاء الله فيما يخص المناطق الشمالية ستصل إلى غاية 25 إلى 28 درجة خلال الفترة الصابحة وحتى الفترة الليلية الآن مشاهدين سنشوفوا التوقعات الطويلة المدى وهذا حسب خارطة الضغط الجوي بداية من يوم غد الأربع على غاية يوم الجمعة 26 من شهر جوليا نلاحظوا مشاهدين مع بعض يعني استمرار توقع استمرار مثل ما أكدت من خلال كذلك مصالح الأرصاد الجوية استمرار تمركز الكتلة الهوائية الحرة ودخول سلسلة من موجات الحرة لا تزال مستمرة على المناطق الجنوبية وحتى على المناطق الشبالية للبلاد خلال الأيام القليلة المقبلة نلاحظوا يعني خاصة على الجنوب الغربي شمال الصحراء ووسط الصحراء تبقى دايما عتبة الخمسين درجة مئوية تحت الظل تخصى إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة الجوية رح تكون يعني أكثر حرة بداية من يوم غد الأربعة إلى غاية يوم العشرين من شهر جوليا إن شاء الله على المناطق الغربية وكذلك الوسط نلاحظوا هذا اللون البنفسجي يدل على أن درجة الحرارة تبقى دايما جد مرتفعة وتكون غير فصلية غير عادية رح نسجلوها خلال الأيام القليلة المقبلة يعني متى بقى من شهر جوليا يعني اللحظوا يعني إلى غاية نهاية شهر جوليا حتكون هناك سلسلة من الموجات الحرة الشديدة لحتخص البلاد إن شاء الله بالحديث عن الأجواء الحرة يجرون الحديث عن حالة البحر المرتقبة إن شاء الله بداية من يوم غد الأربعة إلى غاية يوم الجمعة يكون بحر هادئ خلال صبيحة على طول الشرط الصحلي ليصبح إلى قليل اضطراب على السواحل الغربية والوسطى وهذا بعد الظاهرة لأن سرعة الريح سترتفع إلى غاية 40 كم في الساعة على عكس السواحل الشرقية بقديم البحر هادئ أما عن يومي الخميس والجمعة مشاهدين يبقى دايما بحر هادئ وجميل على طول الشرط الصحلي مع درجة حرارة مياه البحر ستكون نوعا مرتفعة ستصل إلى غاية حوالي 25 دراجة على السواحل الشرقية ما بين 25 إلى 26 دراجة إن شاء الله على السواحل الوسطى وكذلك الغربية مشاهدين بهذه توقعات الصلي طيور قتح حوالي التقص العودة إلى طارق ستكون